تعادل بطعم الخسارة لمنتخب مصر في فتح كان 2023 أمام منتخب موزنبيق حالة زعل كبيرة عند الجمهور ومخاوف من موقفنا يكون بتصعب في البطولة خصوصاً أننا كان عندنا أمل كبير جداً أن البداية تكون قوية وخصوصاً كمان أن مصافة محمد في ديئات قبل ديئات تانية كان أحرز الهدف الأول تفاصيل أكتر معنا عبر زوجم حسين حمدي الناقض الرياضي صباح الخير صباح الخير يا دينا يعني كان هناك حالة حزن شديدة جداً مبارح من الجمهور المصرية لخسارة أو يعني حنقول تعادل بطعم الخسارة زي ما بنقول لأن كان متوقع أن الفوز على منتخب موزنبيق هيكون أكثر من كده بكثير كان هناك برضو توقع بأن النتيجة هتكون أسهل لأن احنا بنلعب قدام منتخب مش صعب وموزنبيق بنسبة لنا مش منتخب صعب شفت الموضع مبارحي إزاي؟ صحيح منتخب موزنبيق منتخب بلا تاريخ في كاس الأمم الأفريقية عكس منتخب المصري يمكن سواء الجمهور أو النقاط أو اللعيبة أو الجهاز الفني كلنا كنا شايفين أن المباراة في متناوى لمنتخب مصر منتخب مصر كان قادر أن هو يحسنها بأكثر من هدف كمان الهدف المبكر حسسنا أن المباراة سهلة يمكن الإحساس ده جي للعيبة بزيادة يمكن شعرنا أن المباراة اتحسمت في الشوت الأول منتخب مصر كان لازم يضيف الهدف الثاني والهدف الثالث في الفرص اللي أتيحت ليه في المباراة حصل بعد التهاون وزي ما فيتوريا قال هما ثلاث دقائق بس اللي قلبوا المباراة على منتخب مصر لو بصنا على كل الفرص بتاعة موزمبيك حنكتشف أن منتخب موزمبيك ما سنعش الكثير من الفرص ولكن ثلاث دقائق بس غاب عنهم التركيز عن لعيبة منتخب مصر كانوا سبب في أن احنا نستقبل هدفين بأخطاء دفاعية بسيطة جدا شايف كمان هل كان فيه غياب للتركيز بين اللاعبين مبارح طبعا بعد إحراز الهدف الأول وخصوصا كمان أنه كان واضح عليهم حالة من الإرهاق البدني الشديد صحيح بالذات في الشوت الثاني يعني كان ظهر التباين بين أداء ومعدلات جاري لعيبة منتخب مصر في الشوت الأول والشوت الثاني ودوت بيرجع لارتفاع درجات الحرارة وكمان الرطوبة ولكن زي ما احنا عارفين هو كل اللعب في الكرة الأفريقية بيشهد درجات حرارة عالية وارتوبة عالية حتى لو احنا في الشتاء بيكون في بعض الصعوبات مفترض أن منتخب مصر متعود عليها المفروض يعني لعيبة منتخب مصر معظمهم شارك في أكتر من نسخة من كاس الأمم الأفريقية لكن ضربة البداية دايما ما بتكونش مؤشر على اللي حييجي بعد كده فأنا تمنى أن لعيبة منتخب مصر والجهاز الفني يكونوا تأقلموا على اللعب في كوديفوار وعلى اللعب في أفريقيا ويظهروا بشكل أفضل في المباراة المقبلة طيب شايف التشابه زي ما بين مداية مصر في نسخة 2021 ونسخة الحالية شايف التشابه كبير النسخة اللي فاتت منتخب مصر بدأ بشكل باية قدام منتخب نجيريا خسرنا 1-0 ما صنعناش الكسر من الفرص يمكن إحنا المباراة بتاعة مبارح صنعنا فرص ولكن المنافس بتاعنا كان أقل نسخة 2021 منتخب مصر قدر أنه يرجع من أول المباراة الثانية وزي ما بنقول كده البطل بيتولد من البطولة بدأ الإقاع بتاع منتخب مصر في 2021 يزيد من مباراة للتانية الحاد موصلنا أن احنا بنلعب ضربات جزاء على لقب البطولة أتمنى أن لعيبة منتخب مصر يقرروا نفس السيناريو في النسخة الحالية بدأ من مباراة غانا شايف أن هي مباراة غانا هي اللي ستكون نقطة الانطلاق منتخب مصر في كاس الأمم في النسخة دي نحن عندنا مطش مهم جدا مع غانا يوم الخميس غانا منتخب قوي هل روي فيتوريا هيبدأ يتدرك الأخطاء اللي عملها في مطشنا مع موزنبيق مباراة علشان نحقق الفوز لأن احنا كان ممكن نحرز العديد من النقاط مباراة مع موزنبيق ونبقى مرتاحين في المجموعة لكن طبعا الموضوع هيكون صعب بيوم الخميس شايف إيه الأخطاء المهمة جدا اللي يجب أن يتم تدركها الفترة الجاية أو في المطش اللي جاي يمكن الخطأ الرئيسي زي ما فيتوريا قال هو التركيز منتخب مصر كان محافظ على تركيزه في معظم المباراة فقد التركيز لمدة 3 دقايق فقط يمكن ما نقدرش أقول أن كان فيه أخطاء دفاعية كانت كبيرة احنا كنا بنلعب صحيح بدفاع عالي ولكن طبيعي أن انت بتلعب منتخب أقل منك تكون ضغط وتكون مقرب الخطوط تكون اللعب بدفاع عالي فمشوف أن هي أخطاء فيتوريا بس يقول اللعيبة أننا لسه فرصة التأهل معنا سواء تاني سواء تالت سواء لسه صدارة كمان ممكنة وانساء الله نحن طبعا عارفين أننا عندنا أربعة أيام اليوم الأولاني بعد المباراة بيكون استشفى واليوم اللي قبل المباراة بيكون تأسيمة وتدريبات خفيفة ففيتوريا هيكون عنده فرصة لمدة يومين لو عايز يغير أي شيء في طريقة اللعب أو يحفظ اللعيبة أي جملة فنية كتير جديدة لمواجهة غانا حيكون نساء الله عندنا بكرة وبعده لتطبيق ده طيب طبعا أحمد حجازي كان في إصابة مباراة ممكن أنت بتقول فيه استشفى هل ده هيأثر على مشاركته في مطش غانا يوم الخميس؟ لا يعني هي صحيح إصابة أحمد حجازي في الرأس لكن إصابات الرأس هي دي من الإصابات الإجباري تعمل إختبار للعيبة في الملعب قبل ما يكمل المباراة فأحمد حجازي ما كملش مباراة الأمس إلا لما الجهاز الطبي عمله اختبار وتأكد من سلامته بنسبة 100% وبالتالي إنساء الله ما فيش أي تأثير على مشاركة حجازي قدام منتخب غانا ولو لا قدر الله أحمد حجازي مش جهز إحنا عندنا علي جابر أعتقد أن هو هيكون البديل الأقرب في اختيارات فيتوريا كمان ياسر إبراهيم اللي انضم كل لحظات الأخيرة لقيمة منتخب مصر ممكن يشارك لأن كمان عنده انسجام مع محمد عبد المنعم السنائي بتاع دفاع الأهل بنتمنى طبعا الفوز لمنتخب مصر في ماتشاها قدام غانا ونرجع تاني نروح الحماس والروح الرياضية القوية جدا إنه زي ما بقولوا كده اللعبة تاكل نجيلة علشان نحقق فوز كبير إن شاء الله على منتخب غانا بشكرك شكرا جزيلا هسين حمدي نقد أرميز